وجميع الذين يتخرجون باب واحد الوصول إلى الوظيفة هو الامتحان وليس الوقوف أمام البرلمان ولا انتماء إلى حزب ولا إلى رقابة ولا إلى طائفة صحيح قد لا يعجب بعض الشباب هذا الكلام ولكن أن يكون هناك ميزان لا يمكن أن ينتقده أحد ولا يمكن أن يرفضه أحد هو ميزان المساواة والشفافية بين جميع المغاربة هذا هو الميزان الأفضل لأنه يمكن أن تكون لإمكانيات أن أصل أمام البرلمان ولكن أبناء الراشدية وزاقورة وفيقيق وبعرفاو صحرا وغيرهم أين سيقفون لا يمكن أيضا أن يكون الميزان هو الغلبة من يستطيع أن يصيح أكثر لكن الذي لا يجد نقابة تحميه ولا حزب يحميه ولا حركة تحميه من سيحميه الدولة جاءت لكي تحمي كل المواطنين مهما كانت انتماءاتهم لذلك نحن نعتقد أنه بهذه الصراحة يجب أن تكون الإدارة والمؤسسات ملكا للشعب المغربي تدرس ماشي بحلي كان سابقا هذه الممارسة والخطاب السياسي أنه عائلات وربما أحزاب رولدهم وعائلتهم تقرأوا والمناصب راكت نتضره واللي ميدوا ماشي طويلة مسكين واللي ما عندوش حزب واللي ما كيعرفش وزير واللي ما كيعرفش مسؤول كبير واللي ما عندوش إمكانيات واللي ما قاتش جدا برلمان لا شيء يحميه لذلك نجتهد إن شاء الله وسننجح في ذلك أن يحس الشاب المغرب الطالب أنه أمامه ميزان واحد نتمنى أن يكون ميزانا معتدلا هو ميزان الامتحان والاستحقاق والكفاءة ليتساوى المغاربة أمام الإدارة وأمام المؤسسات ترجمة نانسي قنقر